حاضر يا عمرك صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان أجمل خلق الله كان أجمل خلق الله سيدنا محمد يعني لذلك قال بعضهم لا والذي خلق الجمال بصورة ما مثل أحمد صورة وجمالا وورض في الحديث قال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا صلى الله عليه وسلم فرسول الله محمد حبيب الله محمد لما رأته السيدة عائشة رضي الله عنها ورأت طلعته البهية صلوات ربي وتسليماته عليه قالت وأجمل منك لم ترقت عين يا رسول الله وأجمل منك لم ترقت عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وسلم فرسول الله محمد كان أجمل خلق الله رسول الله محمد كان أجمل وأحسن خلق الله الذي يراه يعلم ويعرف أنه ما رأى ولن يرى مثله صلى الله عليه وسلم زاده الله بهاء وجمالا وهيبة صلوات ربي وتسليماته عليه كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد بل كان ربعة من القوم إلى الطول أقرب صلى الله عليه وسلم وكان شثن الكفين والقدمين يعني معناه كفاه الكفان والقدمين ليست غليظة الغلظ الذي يعني ينفر أحيانا بل كانت شثن يعني كان قوي قوي الكفين والقدمين وهذا دليل على شجاعته وقوته صلى الله عليه وسلم وكان أبيضا مشربا بالحمرة وكان أبيضا مشربا بالحمرة صلى الله عليه وسلم وكان يطيل شعره صلوات ربي وتسليماته عليه ما كان يحلق بالموسى إلا يعني بالموسى ما كان يحلق إلا إذا كان في النسك بعد الإحرام أما عادة كان يترك شعره فكان يطول فيصل إلى كتفيه ثم يرده إلى الأذنين ثم يطول ثم يرده وهكذا صلى الله عليه وسلم هو أجمل خلق الله الله يرزقنا رؤيته ويرزقنا التخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم